سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظة المحافظة الجنوبية توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تطوير وتحسين مستوى الخدمات الحكومية وفق أعلى معايير الجودة بما يتناسب مع ركب التطور والتقدم لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة الوطني والمواطن جاء ذلك بمناسبة استقبال سمو محافظة الجنوبية بحضور العقيد نايف ماجد الماجد مدير إدارة المعلومات الجنائية بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية وذلك بمناسبة حصول إدارة المعلومات الجنائية فرع الجنوبية على تصنيف الفئة الذهبية ضمن برنامج تقييم مراكز الخدمة الحكومية تقييم ثلاثة وأكد سمو المحافظ بأن نجاح إدارة المعلومات الجنائية فرع الجنوبية في الحصول على هذا التميز جاء نتيجة لدعم ومتابعة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية لتطوير وتحديث مختلف إدارات وزارة الداخلية منوها سموه على أهمية تسهيل وتقديم كافة الخدمات للأهالي في نطاق المحافظة الجنوبية من خلال عملية التحول الرقمي وتبني المبادرات التي تضمن تطوير الخدمات الحكومية من جانبه أعرب العقيد نايف ماجد الماجد عن بالغ شكره وامتنانه لسمو المحافظ لما يوليه من دعم واهتمام لكافة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بما ينعكس بالإيجاب على تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية وتعزيز روح الإبداع والابتكار والإنجاز لضمان تقديم أفضل مستويات الخدمة للمواطني والمقيم